السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رب تكونوا بخير ما ده النهاردة بتكلم عن طريقة نسخ رابط حسابك في التليجرام او الحصول على رابط حسابك في التليجرام بخطات بسائة جدا تقدر تعمل الشرح ده من اي جهاز مغالب تستخدمه سواء كان اندوريد او اي او اس شما طول شارك وته نبدأ الشرح قبل اياها هيكون شكلك واعملش shakeوت OS فعل تزر الجرس اشنصل كل جديد اول حاجه هتعملها تكي تفتح تطبيق التليجرام الخطة اللي بعد كده لو انت مستدم اندوريد هتدوس على الثلاث شورات التحت بعض من اعلى وبعدين الاعدادات لو انت مستخدم اي 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 كده لو ظهر عندك اسم مستخدم بالشكل ده مش هتعمل اي حاجة لو قال لك اكتب اسم مستخدم جديد هتعمل اسم مستخدم يكون باسمك واي رقم بعد الاسم بدون مسافات بشرط انه ما يكونش حد مستخدمه قبل كده بعد ما تكتب اسم المستخدم اه لو الاسم المستخدم ما حدش مستخدمه قبل كده او ينفع للحساب بتاعك هيظهر تحت اسم المستخدم كده كلمة متاح بالاخدر بعد ما يظهر لك كلمة متاح هتيجي تحفظ الاعدادات هتدوس على علامة الصح وهتيجي تخش على اسم المستخدم تاني هتلاقي كاتب لك اسم المستخدم بالشكل ده كده انت عملت اسم مستخدم للحساب بتاعك خطر بعد كده عشان تنسخ رابط حسابك على التليجرام او عشان تحصل على رابط حسابك في التليجرام هتكتب الرابط اللي هيقوله لك الوقتي او اللي هيظهر في الشاشة قدامك الوقتي هتكتب t.me slash ده طبعا بيكون ثابت معك بدون ما تعمل ما بينهم مسافات خطر بعد كده بعد ما تكتب الكلام ده بتكتب بعديه اسم المستخدم الخاص بيك اللي هو ظاهر هنا بتكتبه برضو بدون مسافات بعد ما تكتب الرابط بالشكل ده ده بيبقى رابط التليجرام او حساب التليجرام الخاص بيك تقدر تنسخ الرابط ده وتبعته لأي شخص اول ما اي شخص يدوس على الرابط ده بيحول صفحتك على التليجرام او لحسابك على التليجرام انا مسلا هاجي اكتب الرابط الخاص بحسابي على التليجرام هاجي افتح اي محادثة او اي مكان اكتب فيه بالشكل ده خطر بعد كده هاجي اكتب الرابط بالصيغة ديت اول حاجة طبعا زي ما قلت لكم هنسبت معانا كلمة تي دوت مي وبعدين شرطة او سلاش شرطة ميلة او سلاش وبعدين هتكتب اليوزر نيم اللي هو اسم المستخدم اللي انت لسه عامله في التليجرام انا مسلا اسم المستخدم زي ما ظاهر عندكم اسم المستخدم الخاص بيا اسمه مستر سايكو عشرين كده انا كتبت الرابط الخاص بيا كتبت تي دوت مي سلاش دي سبتة معايا وبعدها بكتب على طول اسم المستخدم بدون اي مسافات كده انا كتبت الرابط الخاص بحسابي على التليجرام هاجي انسخ الرابط ده بالشكل ده او هانسخ الخلام اللي انا كتبته وهاجي ابعت الرابط ده لاي شخص عندي عشان يوصل للحساب بتاعي على التليجرام بعد ما انسخ الرابط هفتح اي محادسة او هبعت الرابط لاي شخص بالشكل ده اول ما الشخص يدوس على الرابط بتاعي بالشكل ده هيتحول تلقائي للحساب بتاعي على التليجرام كده الشرح بتاعي النهاردة انتهى ارجع ان تكون استفدت ومش شرح لو استفدت مش شرح تستطيع اعمل الشرح قناة وفعل زر الجرس وتعملك كلي فيديو شخ رون